بسم الله الرحمن الرحيم بإشرافي ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة واستناداً إلى توجيهاته بمراقبة عمليات تهريب النفط والسيطرة عليها باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهودها الاستخبارية والميدانية لضبط شبكات التهريب وعصابات سرقة النفط وفي واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب وسرقة النفط الخام تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار وتضم ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار جرى إلقاء القبض عليهم وفقاً لمذكرات قبض قضائية إذ تمارس هذه الشبكة عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطية يتم بعدها ربط أنبوب آخر بهذه الثقوب حيث يتم دفنه وإيصاله إلى طريق ترابي بغية التهريب وتقدر الكميات المهربة يومياً من خمسة إلى سبعة صهاريج بسعة خمسين ألف لتر للخرق الواحد فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من أربعين إلى خمسين صهريجاً وبمعدل خمسة وسبعين مليون لتر شهرياً وقد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وما تزال التحقيقات جارية وسيتم إضاح المزيد من التفاصيل في حال اكتمال الإجراءات التحقيقية وبهذا الصدد يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي استمراره في متابعة ملف تهريب المشتقات النفطية وإنه اليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد ومن الله التوفيق